الفترة دي يمكن حتى لما تفرجنا على أكتر من فيديو طريقة اللي بسيكوليو كتب تلبس وشبه بعض شوي أو يمكن كانت هي دي الموضة الموضة حتى تسريحة الشعر الموضة لا فيه كتير بيحبوا الشعر القصير وفيه بيحبوا الشعر الطويل أنا عن نفسي يعني بحب الشعر القصير جدا ويمكن ابتدت في التليفزيون بشعر طويل بقعد؟ مش عارفة ألاقي صورة بالشعر الطويل لا معتقيتش معتقيتش صعب جدا بس أنا لقيت أن أنا على الشاشة بالشعر القصير أحسن من الطويل لأنه الطويل بيبقى منكوش أنا بحب بقنيت عارفة نيت؟ نيت كده عارفة كمان يمكن الفترة دي كان في نجمات الثاني مهمين جدا جدا كان ليكو حد مثلا أخرج بالتحديد كان فيه حد مثلا بتحبي تبقى زي mile أو بتحبي إلي بدأتي وكنتي صغيرة ولا من الأول ليكي شخصية المشاكل أنا بصي أنا مزيعة علشان حبيت مونة جبر مونة جبر يعني بصي طبعا أنا كان عشر سنين لما التلفزيون ابتدى فبس مجرد ما شفتها هي اللي حبيبتني في التلفزيون فطبعا بيبقى أنت في حد بتحبيه في حد عايزة تبقيه بالزبط كده ايه أكتر حكوتي بتحبيها فيها شخصيتها طريقتها مونة أصلها متنوع جدا جدا بخلاف بصي شو في عملت انتاج وشغل وبرامج ومسلت وأفلام وبرامج في التلفزيون لو تذكري طبعا فن البليه يعني هي موسوعية وكاد كتكوتا كاد 16 سنة عالشاشة مونة جبر فطبعا أنا كنت معجبة بيها جدا وحبيت بقى أن أنا لازم لا أنا يكون زم أنا أقول دكتورة لكن لا حبيت الحقيقة حبيت الرسالة يا إمان الرسالة الرسالة اللي نبديها في تلفزيون أمر أمر جميلة وبرضو كت بتعمل شغل جبر ومتنوع جدا جدا